وجه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كافة الجهات ذات العلاقة بتخطيط وتطوير جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية وأكد معاليه لدى رأسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار صباح اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من الوزراء أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي ملف تطوير جزر حوار أهمية قصوى وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية وأشار معاليه إلى أن التخطيط الاستراتيجي الشامل لتطوير منطقة جزر حوار من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني مشير معاليه لأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخدمية وقد اطلع معاليه على المخطط العام المقترح لتطوير الدوحة الشمالية بجزيرة حوار على مساحة تبلغ حوالي مليون ومئة وتسعة وربعين ألف متر مربع وتضمن المقترحة ناصرة رئيسية كتطوير شقق فندقية وفلل وشليهات خاصة ومنتجع صحي وغيرها من الخدمات كما اطلع معاليه على مقترح أخر لتطوير المنطقة ذاتها الواقعة في أقصى شمال جزيرة حوار لبناء مئتي شليه يتميز كل منها بالخصوصية التمة وتخضع جميعها لنظام التأجير اليومي هذا واستعرض سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة رئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء مشاريع الهيئة التي تم تنفيذها في جزر حوار منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية العام 2014 لافتني لأن الهيئة أنجزت سبعة مشاريع في المنطقة بقيمة تقدر بحاولي مليونين ومئتي ألف دينار بحريني لافتنيchat